طيب مريم عايز سألك سؤال جيف بالي واللغة تقول ما أتكلم مع الكابتن طاري ودايما بس أقلوا لأي حد يقولها علعاب أخرى من البنات تحديدا تفضل وما انت ليه اختارت كورت السلة؟ أنا أصلاً كنت بلعب هندبول قبل ما أبتدي كورت السلة أصلاً أه بس وانا كده مع الدية لقيتهم بنطات كورة كده وقلت بتقني يعني أولت المومة عايزة أجربها بس وحبيتها بقى من ساعة ما أبتديت حالياً الإجابة أسمعها البنت تبتلعها بكل سالة أولت حتى دائماً لما أسأل السؤال ده وتيقول لي عشان طويل بس لا أنا مش طويلة أصلاً أو طبرة أصر واحدة في الفرقة أصلاً يعني بشي فده عادي بس أنت عجبتك الفكرة آه عجباني عجبتك الفكرة طيب هلما أنت كنت خلقتي من نادي الآيلي ورجعت تاني للنادي الآيلي في النص ده وأنا عارف أن أنت نجمة يعني ففي النص ده شوية جميلة على السوشيال ميديا كنت أشوفهم بيزعلهم منك بطولة ديت أو علاقتك بجميل نادي الآيلي رجعت تاني كويسة ورجعت الأمور آه الحمد لله طالما رجعت بيتي تاني الحمد لله لهم الحمد لله حتى ما أعملوش حاجة وأنا بقدي على أكمل وجه شجعوكي بعد آه بيشجعوني وبيبعتولي على طول على الإنستجرام وكده فالحمد لله مش عايز أقولك القديمة أقولك تسيبت النادي الآيلي ما ليمونتو في السن الصغير ده بيجو لكم عروض وفي الناس بتتكلم معكم عارفة مثلا في كورة القدم يحاولوا يأخذوا الناس الصغيرة ديت من بدري بدري هل في حد بقى بيقضوا يتكلم معكم انتم كبنات صغيرة؟ برايتو الكبار معفوم يعني هلع يروحوا يتفلون معها انتم كبنات صغيرة فيه ناس بتتكلم معك وكده ولا بتبقى انتم مركزين بس مع النادي لا احنا مركزين مع النادي بس ممكن تلاقيها أكتر في الولاد آه بس مافيش ما فيش ما فيش كلام ده كويس ولا يليان